لسه مستمرين. طب ليه كده? ليه كده ايما? سوق معي السعر اللي لاصة دي انا. مش كده والله. لسه مستمرين مع حضراتكم في توقع خليني اسألك ما هو موقف مدافعين الاهلي. كنت انت لي اقول لك اسم الناس المرشحة. بالزبط اياد العسقلاني عشان بس الاسم تردت خلال الفترة اللي فاتت. وتقالت النادي الاهلي خلاص دخل مفاوضات او النادي اللعيب خلاص موجود في النادي الاسم يعني موجود جوا اقدارة السكاوتنج او شركة الكورة من فترة. فيه اعجاب جدا باللاعب اه وباسلوبه وطريقة لعبه وكل الكلام ده كله. اه لكن موضوع ان اتخذ خطوة اوفيشيل او خطوة رسمية في التعاقد مع اللاعب ده ما حصلش الحدد دلوقتي خالص. اكي. بس ما فيش اي خطوة اتخذت خالص للتعاقدات لحد اللحظة دي. ام. يعني ممكن. يعني قصة اللي النسة همت كان فيها اياه دعا. لا 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 لسه ما تمش اي حاجة. هو كل الموضوع كله ان هم معجبين بي جدا. مرشح او مرشح من ضمن الاسامي اللي موجودة او اللي بيفكروا فيها خلال التعاقدات في الصيف يعني. تم التعاقد معاه او اتخذت خطوة رسمي او الكلام ده كله. ما حصلش خالص لحد اللحظة دي اي حاجة نهائي. بعدين خد بالك كمان المقابل المادي اللي ممكن يجي باللاعب ده ممكن يبقى ازمة قدام النادي الاهلي. انت اللاعب لسه تباع بتسعمائة الف دولار. تمام? فبالتالي النادي هناك علشان يبيعه ويكسب في لعيب اه هو شري ودفع فيه تسعمائة الف دولار. هيطلب فيه على الاقل كام. تمام? فالمقابل المادي برضو اللي هيدفع في اللاعب للنادي. آآ هيبقى ازمة او هي هيحدد. بصها دائما هي ممكن ما تمشيش قوي كده لانه موجة تسعمائة باع بمليون وبقى فيش وقت امتيازات. ممكن. ممكن طبعا هي المفاوضات طبعا بتمشي بالشكل ده انا انا متفق معاك تماما يعني. بس انا اقصد ان ان موضوع الفلوس برضو هيكون عامل في حسم الموضوع خلال الفترة اللي جاية يعني. عظيم. موقف المسلوسي ايه? هل فعلا اشتكت زمالك في موضوع مستحقات متأخرة? على الاطلاق. يمكن مفيش خالص اه اي حاجة ام بها حمزة المسلوسي مع نادي زمالك. خبالك حمزة المسلوسي آآ بصراحة كلمة في حقه هو اكثر لاعبين انضباطا والتزاما داخل نادي زمالك خلال العشرين سنة الاخيرة. لعب ملتزم جدا. اللاعب ما سمعت لهش وقدرت السنة الرابعة ليه في مصر. هل سمعت قبل كده عنه عن اي مشكلة? افتعل مشكلة حتى جوه الملعب حصلت مشاكل. خالص بالعكس اللاعب ملتزم جدا. الكلام كانت قال الفترة يفات خلال فترة معسكر المنتخب ان اللاعب عنده ازمة وان اللاعب تقدم بشكوى او بعض انظار نادي زمالك. ممكن انا تواصلت وتأكدت مع اكثر مصدر داخل زمالك منهم اللاعب نفسه. الكلام ده لم يحدث على الاطلاق. اللاعب قال احنا قال لي بالزبط احنا عندنا دلوقتي فترة مهمة جدا. احنا عندنا ماتش في الكونفيدرلية. انا في الاخر علاقتي بنادي زمالك علاقة طيبة. اي امور بتحصل داخل نادي زمالك بني. في امور تعقدية بني بنادي زمالك. عمري ما اتكلمت عليها قبل كده حتى ما جد يدت ما اتكلمتش حتى ما جيت. قال ان انا حمشيت. قال في الاول ان انا اول الرحلين في اول سنة ريا معنادي زمالك. عمري ما اطلعت اتكلمت وحتى انا مقل في الحديث الاعلاني بالموضوع ده. وبنقع عليه اي كلام اتقال ان انا آآ قدمت شكوى يتفضل يقولها او يطلع يطلعها لان انا حتى هذه اللحظة ملتزم بامور يتعقدية معنادي زمالك. وفيش اي مشاكل في الوقت الحالي. تجربة اللعيبة اللي كان جابها النادي الاهلي آآ من غانا. ونزلها للفرق الادنى طبعا من الفريق الاول. اخبارها ايه? وهل ممكن تكرر تانية او لا? احنا شفنا طبعا ان فيه لعيب خرج اعارة لنادي المصري للاتصالات. وفيه لعيب تاني موجود متواجد بيتمرن مع الفين وتلاتة في القطاع تقريبا. آآ التفكير خلال الفترة اللي جاية ان تكرار التجربة مرة تانية. هيتم بتحديد دولة او تم تحديد دولة آآ في افريقيا تانية. المفترض ان كابتان هاني رمزي خلال الفترة اللي جاية هيروح برضو. يتفرج على لعيبة تانية. آآ ويبتدي ان هما يجيبوا لعيبة تعمل فترة معايشة هنا في النادي الاعلي. ويقرروا التجربة تانية خلال الفترة اللي جاية يعني. كنت باسأل آآ سوز احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمانك على محمود علاء. عندك معلومة? محمود علاء ليه خارج. لا الرجل استبعده فني لان هو شاف انه عايز يدخل ياسر حمد. لان ياسر حمد كان بعيد الفترة فادت عن حسابات الراجل. آآ الراجل بالنسبة له آآ. هل مش هتجدد له? ده معنا انه مش هتجدد له? حتى هذه اللحظة محمود علاء خارج حسابات نادي الزمالك. خارج الحسابات. خارج حسابات نادي الزمالك. واللاعب برضو عنده اكتر من عرض في الموضوع من الناحيتين. آآ كرة فيه متغيرات زي ما انت. آآ طبعا. طبعا. لكن حتى هذه اللحظة محمود علاء مش موجود داخل نادي الزمالك. ولكن برضو في الآخر مفيش آآ ابلاغ رسمي لللاعب. او انه مستر جوميز الرسمي. مستر جوميزي يقول لك انا حابب اجدد لللاعب. ام. انا مكنتش يعني كان موجود حتى الراجل اللي النهاردة تسأل في المؤتمر الصحفي. طب موقف محمود علاء ايه? قالوا بالزبط طب ما هو بدأ اساسي من مباراة الجونة. ام. اللي هي آخر مباراة بالتوقف. افاكت دايما كنت بتآآ لما بسألك على التجديد قلتلي انه آآ الادارة تاعت الزمالك. وقف. افها مسألة التجديد. وده اللي انا سألت في له استاذ احمد سالم آآ آآ والكلام بيجيب بعضه. فالراجل برضو اكد على نفس الكلة. انو هتتساب للمدير الفني مع نهاية الموسب. يقرر رفقا للألاء. اه يقرر رفقا لاحتياجاته. وهو يقول انا محتاج عواد. محتاج صبحي. محتاج محمود علاء. محتاج محمد اشرف روقة. محتاج اوباما لان هما دول اللاعبين اللي عقودهم بتخلص. طيب ده خليني برضو سؤالك سؤال. نفس الامر ينطبق على الصفقات الجديدة? ولا زمالك بيتحرك في الصفقات الجديدة دلوقتي? صفقات الجديدة دلوقتي هو كل باي لعب اتقال انا بقولك او اي لعب قال نات زمالك تفوضني انا بقولك الكلام ده ما حصلش. ما حصلش. اي نادي طلع برا قال. زمالك تفوض معي. يتسببت ان نات زمالك تواصل معي. زمالك لم يتواصل مع اي لعب. الوقت الحالي اللي بيتم هو تيم سكاوتنك داخل نات زمالك بدأ يجهز اللاعبة او بيجهز في كل مراكز. الفرقة لعب اتنين وثلاثة. لكن حتى ما لسه في بداية مرحلة التدوير يعني باللغة الكورة كده لسه بيدور. لسه بيبص ويشوف. لان انت كمان الدولة عندك مكمل حتى الان وفقا للتأكدات يعني صح ما ديام انه لغاية العشرة اغسط المقبل يعني انت بتتكلم لسه قدامك اربع شهور. اربع شهور دي هيكون ممكن يطلع نص الملعب. اه فبناء عليه انت لازم الاول تشوف اللاعبة بتاعتك بشكل كويس. الراجل في اللاعبة اصلا ما ده خليتش حتى بشكل اساسي مع الزمالك وبعد كده تقدر تشوف. لكن بتبطيك تشتغل بتبطيك تشتغل ان انت تجهز شغلك. اول ما يتقال لك انا جاهز يبقى انت عندك واحد وثلاثة في كل مركز. اختب معكي? عندي حاجة ولا خلاص كده خلاصنا? خلاصنا. على بركة الله. انت عسل الحاجة? انا كنت كملت شوية والله. ما خلاص ما حلو كده? حلو? واحدة بقى. اه? خلاص كحلو كده عشان وقتنا برضو يعني. عشان انت فاهم يعني ايه? انت مسدق اه? 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 اه?